السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وفي هذا الفيديو راح نعاين ملكة سماعات إلغاء الضجيج الجديدة اللي هي الـ MDR-1000X من سوني الآن قبل ما أمبلش هذا الفيديو فيه نقطتين حاب أذكركم إياهم نقطة رقم واحد هذول السماعات غاليين ما تنصدم أطلاقا من السعر إلا راح تلاقي رابطه في صندوق الوصف فئة السماعات هاي كلها غالي حتى الخيارات الأخرى اللي بتوفرها المنافسين ثانيا إلي بستعمل هذول السماعات لمدة شهر كامل كسماعاتي رئيسية ما استخدمت أي سماعة ثانية غير هاي سافرت فيهم رحت فيهم على الجيم عملت فيهم فيديو أدتينج شبكتهم على جوال على بي سي على أمبليفاير علشان أعملكم هالمعاينة الآن أول شي راح نتكلم عنه هو التصميم سماعات الـ MDR-1000X هم سماعات رفاهية سماعاتي بريميوم والكلام بتحسوا بكل شيء بخص هاي السماعة فبالبداية السماعة بيجي معها مجموعة أكسسورات تتكون من شنته من الـ Hard Case اللي بتقدر أنك تحط فيها السماعة تزدتها بين أوعيك أو شنتة أوعيك وتحطها بالسيارة تحطها بأي مكان وأنت متطمن أنه السماعة مش راح يسير لها إشي لأنه الشنته نفسها قاسي بتقدر أنك تخزن فيها أيضا أمور إضافية لأنه فيها جيبة خارجية بيجي مع السماعة أيضا كابل 3.5 إلى 3.5 إذا كنت بديك تستخدمها بشكل سلكي أو إذا كنت بديك تستخدمها بشكل لاسلكي بتقدر أنك تشيل هذا الكابل وتحطه بالشنتة جسم السماعة نفسه هو خليط من ثلاث أمور في عندك بلاستيك في عندك معدن وفي عندك جلد ويا إلهي شو في عليها جلد جلد بيغطي لدرايفرز من على اليمين وعلى اليسار السماعة من الأعلى الكوشنز سماعة من الداخل واللي هو بيعطيك إحساس صراحة لكجوريوس أو بيعطيك إحساس رفاهية كبير لأنه المعدن لطيف نوعا ما ولكن هاي تغيير جدا 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 برأيي السماعة مرنة بشكل كبير فما راح تقلق من أنها تنكسر أو يصير فيها أي شيء بغض النظر قديش كان حجم رأسك أو كم شخص بستعمل السماعة أو بتعطيها لكم حدا علشان يجربها مسند الرأس في علي وسادة هوائية لشكلها جدا جدا خفيفة ولكن حقيقة وجدتها مريحة بدرجة كبيرة ونفس الكلام أيضا بروح للوسائد اللي موجودين على الدرايفرز مع أنهم مش ميموري فوم ما بيثبتوا على شكل أذنك مع طول الاستخدام أو مع تكرر الاستخدام ولكنهم طريين جدا ونوعا ما بيجوا نافشين فما راح يكون في عندك هالمشكلة من ناحية أنك تحس بضغط شديد على أذنك وأيضا حجم السماعة نفسها مش عملاق جدا مع أنه الدرايفرز حجمه مش وي كبير ولكن بشكل عام وجدت استخدامها جدا جدا مريح لساعات طويلة إن كان من الجلد أو حتى من الكوشنز نفسهم اللي موجودين على الدرايفرز إحدى الميزات اللي بأعجب فيها كثير بأي سماعة بلقيها هي أنك تقدر أنك تضب السماعات نفسهم أو تسكر الدرايفرز بطريقة تسمح لك أنك تخزن السماعة في مكان صغير مثل الشنت اللي بتيجي معاها حركة جدا 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 جميلة أما بالنسبة للأزرار فكلهم موجودين على الدرايفر اللي على الجهة اليسرى بحيث أنه في عندك زر لتشغيل السماعة نفسها وأيضا لما تضغط عليه بيقول لك قديش نسبة البطارية المتبقية بيقول لك إما منخفضة متوسطة أو ضعيفة وأيضا في عندك زر لتشغيل إلغاء الضوضاء بالإضافة لأنه في عندك وضعية اسمها الأمبيينت أو الصوت العام للغرفة الآن مسألة الأوضاع الصوتية رح تكلم عنها كمان شوي بالتفصيل أكبر منفذ ثلاث ونصف ملميتر موجود أسفل الأزرار وعلى الجهة الثانية من السماعات رح تلاقي فقط في عندك منفذ المايكرو يو اس بي لشحن هاي السماعة بالإضافة لأنه في جنبه LED صغيرة علشان يفرجيك متى بتكون مفللة الآن شي جدا كيفت عليه صراحة لما استخدمت هالسماعة هو أنه السماعة اليمنى السيرفس أو السطح اللي موجود عليها هو بالكامل عبارة عن سطح تفاعل فبإمكانك أنك تتعامل مع السماعة فقط عن طريق اللمس علشان تعلي الصوت، تنزل الصوت، ترد على المكالمات تغير التراك اللي أنت مشغلها عن طريق الجسترز اللي بتعملهم عليها فلما تزيح للأمام والخلف مباشرة بتبدل ما بين التراكس أعلى والأسفل بتوطي الصوت، انقر عليها مرة بيصير بإمكانك أنك توقف التراك اللي شغالها أو ترجع تشغلها وأيضا فيه شغلة خرافية جدا هي أنه لما تكون لابس هاي السماعة ومشغل موسيقى ويجا حدا يكلمك أو يحكي معك أول ما تحط يدك على السماعة نفسها على الكب اليمين مباشرة السماعة بتشغل أو بتطفي وضعية وبتشغل المايكات علشان تسمع إيش اللي حواليك قاعدين بيحكوا انتقالا للحديث عن أداء السماعة نفسها الآن أداءها راح تكلم عنه في قسمين أولا أداءها من ناحية قوة إعادة توليد الصوت ثانيا أداءها من ناحية الميزات الإضافية لهو الأمبيينت والنويس كانسلينج الآن بالنسبة للنقطة الأولى اللي هي مسألة الأداء الصوتي قديش سماعات جيدين في إعادة توليد الصوت بحط الأمدي آر بجهة السماعات الموسيقية بشكل كبير لأنه الساوند سيجنتر أو الساوند ستيج تحاي السماعات متجه بشكل كبير نحو البيس نحو اللو فريكونسيز اللي مضبوطة بشكل أعلى فعشان هيك الصوت شوي راح يكون دستورتت بمناطق معينة ولكن إذا أنت بتسمع ترانز إذا بتسمع شيء في بيت عالي ومتكررة مثل هيب هاب ميوزيك راح تكون سماعة جدا نيحة بالنسبة إلك فراح تستمتع جدا في البيس لزيادة والبيس بوز لزيادة لأنه أفضل شوي من بعض الشغلات الثانية اللي جربتها مثل المومنتم بالإضافة للكيو سي ثيرتي فايف ولكن إذا بدك تستخدمها لأمور ثانية مثل الفويس ادتين أو الاوديو ادتين أو الفيديو ادتين فشوي راح تكون مشكلة بحيث أنها ما راح تحكس لك الصورة الحقيقية لإيش الصوت اللي أنت قعد تستمع لإله ولكن مع هيك يعني بتمشي الحال إذا ما في عندك أي سماعة ثانية وإذا أنه أنت مش شغلك وستوديو كثير أو شغل تعديل ومنتاج ولكن من ناحية موسيقية سماعة خرافية جدا الآن من ناحية أداء الوظائف الإضافية في عندك هنا مجموعة من الأمور اللي بتقدر السماعة تسويها أولها هي نويز كانسلينج أنك تضفي الضوضاء والضجيج اللي موجود حواليك هذول السماعات أفضل طريقة علشان أوصف قوة النويز كانسلينج فيهم بقدر أقول لك التالي لو بدك تعذب شخص تيجي تربطه هيك على تاخد في غرفة مسكرة بتحط هذول السماعات على رأسه وبتشغل النويز كانسلينج مخيفة إلى أبعد الحدود قدرتها السماعة لأنها تلغي الصوت على الأطلاق كنت جالس مرة في طيارة ومحرك الطائرة بعيد عني يا دوب يعني 30-40 متر وشغال لرحلة خمس ساعات وشوي نهائيا ما أزعجني الصوت على الأطلاق أبدا أبدا ما كان عندي أي مشكلة فيه الآن بالنسبة للميزة الثانية اللي هي ميزة الامبيانت ساوند فيه لها عدة أوضاع أول وضعية هي فقط وضعية الـ background noise إنها بتقدر تعطيك الصوت الخفيف والمنخفض اللي موجود حواليك الزغزقة العصافير ووقوع أوراق الشجر والشغلات الخفيفة بتقدر تطلع لك إياهم وتلغي كل إشي ثاني أما بالنسبة للوضع الآخر فهو وضع الـ vocals بحيث إنها بتفلتر كل إشي ثاني وبتخلي لك فقط صوت الحكي صوت الـ voice أو الـ vocals اللي بتكون موجودة علشان تقدر تسمع الكلام ولكن أغلب الأمور الأخرى بتم cancelتها هذا الكلام بتطلب كثير processing للأوديو والسماعة حقيقة يعني أدائها كان جدا ممتاز من هالناحية نعم فيه شوية فلترة زيادة رح تحس فيها بالصوت ولكن إذا بهمك هالموضوع في ميزة أو كخيار أنه يكون موجود عندك في السماعة صراحة هاي جدا جدا رائع لهالموضوع وخيار جدا جميل شخصيا استخدامي كان بشكل رئيسي لمسألة noise canceling أما بخصوص البطارية فالمعلم من سوني أنه هاي السماعة بتصمد لغاية 22 ساعة ومن استعمالي وصلت لما يقارب لـ 21 ساعة ولكن ليشوا متواصلين تقريبا من ساعة ونص إلى ساعتين بشكل يومي لمدة 10 إلى 11 يوم فتقريبا وصلت لـ 21 ساعة وبقدر أأكد أنه نعم تقعد لـ 22 ساعة واللي هو أمر أيضا جدا ممتاز في حالة ما كنت بتحتاج noise canceling إذا ما كنت بتسافر نهائيا في سماعات بلوتوث أخرى أرخص بكثير وأفضل من ناحية القيم اللي رح تحصل عليها من المبلغ اللي رح تدفعه ولكن إذا بدك شي في noise canceling خذها وانت مغمض روابط الشراء رح تكون موجودة بالأسفل من موقع سماعة ومن موقع أمازون للمهتمين بالشراء إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالفيديو رح يكون في أيضا مجموعة روابط لمعاينات أخرى أو لقائمة تشغيل السماعات اللي جربتها كلها من قبل حابين هذا النوع من أنواع المعاينات وطريقة الطرح حي هل هي أفضل من قبل أيضا اكتبوا لي في قسم التعليقات بالأسفل إن شاء الله يكون الفيديو ممتع ومفيد كان معكم صلاح حامد في أمان الله